اشتركوا في القناة في البرلماء المغربي بمختلف الطاقات الشبابية اللي طلعت عن طريق لائحة الشباب طبعا مع بعض الاستثناءات اللي غادي نجي نتكلم عليها ولهذه من المظاهر اللي خاصنا أننا نتجاوزوها. لائحة الشباب مهمة جدا وخاصها تستمر. ماشي تستمر لأنها فقط يعني أنها كلائحة إلى غير ذلك وإنما كفكرة كمنطق كيفاش غادي نأهلوا اليوم الشباب طبعا الشباب والشباب باش أنهم يدخلوا المؤسسات باش يساهموا في النقاش العمومي وفي تدبير الشأ العام بعد ذلك إلى ما كانش هذه الآلية هذه لأن هناك منطق انتخابي صعب جدا هناك تحكموه يعني منطق آخر كي صعب على الشباب وكي صعب على الكفاءات وكي صعب على النساء أنهم يديروا الانتخابات بشكل مباشر أنا غدا غادي نترشح إن شاء الله البرلمان غناء نخوض يعني لقررت أني نخوض الترشح وأن ينخوض الانتخابات بشكل مباشر غادي نلقى صعوبات كثيرة جدا لأنه ما سيصوت علي طبعا أنا الأمل ديلي هو أنه يصوتوا علي الشباب النساء الكفاءات وخاصهم يتسجلون وهم من هناك نبغي نوجه عبر المنبار ديليكم الدعوة للكافة المواطنات والمواطنين تسجلوه تسجلوه في لوائح الانتخابية باش نهار الانتخابات تقدروا أنكم تقرروا ولما قلعناكم بشحنا كأحزاب صوتوا بورقة بيضاء غادي تكون رسالة سياسية قوية لنا غادي تكون رجة كبيرة لنا كمكونات حزبية ومكونات سياسية أنا كان أعتبر أن اللائحة الوطنية لا فيما يتعلق بالنساء ولا الشباب هي مهمة جدا وسمحات يعني بجويد العمل البرلماني وسمحات الكفاءات من أنها تولج البرلمان لأنه ولاحظوا معايا مليكا جاءوا نتكلموا على من سنرشح في اللائحة الوطنية سواء الشباب أو النساء كنشترطوا الكفاءة مزيان وهذا هو المنطق وهذا هو السليم لكن عش ما كنشترطوش الكفاءة مليكا نرشحوا مرشحين آخرين في الدوائر المحلية كنشترطوش كون غادي يجيب البلاصش كون غادي يجيب المقعد هذا وهذا هو الشرط هذا هو المعيار وهذا خطأ خاصة نتجاوزوا هذه المسألة هذه وباش نتجاوزوها أحد المفاتيح كذلك هو أن المواطنات والمواطنين يعاونونا يعاونونا بتسجيل ديالهم في اللوائح الانتخابية باش أننا نقدروا أننا نطوروا الأداء السياسي والعمل السياسي في بلادنا كما أنه فيما يتعلق بتدبير هذه اللوائحة هذه خاصة يكون فيها شرط وقواعد واضحة ما يمكنش أنه قيادي يجي يدير بنته ويدير مراته ويدير والده ويدير ما نعرف شكون فهذا اللوائحاتي ما تدارش علاوذ هذا الشي هذا اللوائحاتي تدارت علاوذ باش أنه واحد الكفاءات من المناضلات ومن المناضلين من طاقات من ناس اللي عندهم قدرة على العطاء شابات وشباب ونساء أنهم يولجوا المؤسسة البرلمانية ويقدموا واحد صورة مشرفة واحد صورة مهمة جدا وأنهم يغنيوا العمل البرلماني ويجودوه لا فيما يتعلق بالشريع ولا في المراقبات لعمل الحكومي ولا في الدبلوماسية البرلمانية ويكون عندهم لغات ويكون عندهم تكوين إلى غير ذلك هاتش علاش الدرت وكانوا هناك أخطاء الكاستينج هدي مسائل اللي خاصنا أننا نجاوزوها ولكن باش نجاوزوها مرة أخرى خاص يكون النضال داخل المؤسسات والنضال داخل الأحزاب وأنه تكون عندنا شبيبات كذلك قوية فينا هما اليوم الشبيبات الحزبية من نقاش الدائر حول لائحة الشباب كانت أسف أن اليوم عدد من الشبيبات الحزبية اليوم غائبة عن هذا النقاش وهذا أمر يعني كهمهم بشكل مباشر لا يعقل أن تكون اليوم الشبيبات الحزبية مدجنة وتقوم بالإطاعة العمياء للقيادات الحزبية إلى غير ذلك خاص تكون عندها واحد نوع الاستقلالية في القرار في الرؤية إلى غير ذلك طبعا في إطار احترام التوابط الكبرى في إطار احترام الخط الإديولوجي للحزب إلى غير ذلك في إطار الاختلاف لكن ضمن قواعد الاحترام إلى غير ذلك ولكن تكون عندنا شبيبات عندها رأي وعندها القدرة على التعبير على الرأي ديالها وإن خالف رأي القيادة بالعكس هذا المظهر صحي جدا ومهم جدا ونحتاج لهذا النوع من الشابات والشباب أنهم يقتحموا العمل السياسي وأنهم يكونوا في القيادة ديال الشبيبات ديالنا هذا غادي يكون عني واحد الأمر مهم جدا وغادي يشجع شابات وشباب آخرين أنهم يدخلوا وينخرطوا في العمل السياسي إذن باش نرجع نجاوب أنا ضد إلغاء لائحة الشباب كنعتبر أنها مهمة جدا كنت كانت تمنى أن النقاش يكون مغاير نقدروا للغي ولائحة الشباب لكن شنا هو البديل حتى في بنسبة لائحة النساء نلغي ولائحة النساء لكن شنا هو البديل إذا كنا سينتفقوا كأحزاب كاملين أننا مثلا في القوانين الانتخابية سينشترطوا واحد الكوطة معينة سينرشحوا على رأس الدوائر شباب وعلى رأس الدوائر نساء إلى غير ذلك مزيان سينخطونا واحد الخطوة إلى الأمام لكن لا نرجعوا للوراء لا يمكن مكتسبات أننا نتخلوا عليها وأننا نرجعوا للوراء فيما يتعلق بالتمثيل السياسي للشباب وللنساء كذلك نطمح إلى تحقيق المناصفة أتمنى أنه في واحد يوم من الأيام يكون عندنا برلمان للمناصفة عن طريق الكفاءة أو الاستحقاق طبعا وليس فقط عن طريق من المعطيات المعينة نتمنى على رأس البرلمان المغربي رئيسا للبرلمان المغربي لما لا وارد جدا والمرأة المغربية السياسية لها من القدرة والكفاءة ما يؤهلها وأكثر لتحمل المسؤولية وللنجاح في المسؤولية وهذا كل شيء أمور ممكنة وغنتمنى أنه يكون هذا الشيء في أقرب الفرص لأن بلادنا كتصحق كل خير وكتصحق كل المجهودات وكل طاقة ديالها تنخرط في إطار الدفع بعجلة التنمية بلادنا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر